أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن إعطاء الدروس الخصوصية مخالف للقانون واللوائح مشيرا إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى تطبيق عقوبة الإبعاد على من يقوم بهذه الظاهرة للحد منها والسيطرة عليها مؤكدا أن الإشكالية الكبيرة تكمن بقيام البعض من خارج المنظومة التربوية بإعطاء دروس خصوصية تزيد من هذه الأزمة